باقي عدنا دقائق قليلة خلينا نتحدث بموضوع مقتل محمد نجل الرئيس أحمد حسن البكر الحادث شون صار؟ بالنسبة للبكر بالنسبة للمحمد الحقيقة صار بها توجيه رحي شفتها للحادث الحادث أخي هي لوري على جانب الطريق على التاجيات على طريق نينوى بغداد لوري صار بها عطل وقف نصف على الترابي ونصف على التبليط محمد الله يرحمه السائق مالا كان من وديل الكلية الطبية أو الكلية قانون يقف يمي يسولف وياه ولد عرفه من قبل هو نفسه محمد؟ لا 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 السائق مالا ماهدي السائق السائق مالا محمد هذا من يوديل الكلية ويرجعه يقف يمنا ويسولف وياه وعندنا حباب أمدح به بس هو كان بهذا الحادث وهي خطيبته بتكرم الندى فجاي سريع جدا شنو سريع جدا بحيث اللوري العاطل المقاذي ذري تحرك اللوري اللوري مكسور عنده روت منفجر عنده فجاي محمد الله يرحمه بسرعة الفائقة داخل باللوري فتوفه كان هو اللي ديسوق هو ديسوق هو ديسوق وخطيبته توفت وخطيبته توفت كل هذا الحادث بشع كله هاي رحش بس أنا ما عندي صلاحية أنه مو منطقته حتى مثل أكشف عليه وانطي تقرير مثل ما بقيت مثل بقيت طريق محمد القاسم طي التقرير كامل أنه سايق كذا 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 بس هو البكر الله يرحمه قال إذا سايق ابني يتحمل مسؤولية وإذا سايق هذا أبو اللوري لا يعني يقصد الغلطان الغلطان ايه الغلطان أنا فيه رأيه يعني إذا كان ابنه شي يسوي يعني صوش هذا يحمل مسؤولية يعني صوش المسؤولية المسؤولية تحملها ابنه يعني كان يريد الحق العدالة بالمرور تقصير من تقصير ابنه لو تقصير ابو اللوري ابو اللوري أنا كرأي خاص كأنه هذا واقف نص الترابي وربع منه اللوري على اليسار بس ما يقدر يشغله ويحرك مده يتحرك مكسور بالروط والتاير مفجور عنده لابو اللوري فما يقدر يحركه فبقى زي جامد هو المفروض ابو اللوري يحط مثلث وراء كذا حتى ينبه السيارات الجاية بس المرحوم محمد سريع فائق جدا بحيث الأضرار التي صارت ليس سيارة التي شفت هالأضرار ما كانت سيارت الأضرار التي صارت هذه أنا لم أقدر أراقب السيارة وتابع السيارة هم شالوها سحبوها ويجزمها لنتعرف ليس منطقتي حتى يجزمها بس أنا قلت أنه كلما زادت خاف أعلق بهذا ستقول لي قام تقرير مرور التبتياج كلما زادت سرعة زادت كمية خسائر الحادث الحادث يا أخي متفلش السيارة والسيارة متخاش وثلاث أربع ضحايا صار ما أقول ترى وفات دائما أقول الضحايا كل مساكن أنا هالكارت السامنين ينزل قضايا المرور ما أكتب الوفيات أكتب الضحايا لأنه ضحايا بالحادث فهنا الضحايا المقصر بالحادث هو كان الله يرحمنا محمد أما يجي التلفيقات أنه حاطي لسيارة ثانية وطلعوا لصفح وكذا هذا كله ما لها صحة ابن المرحوم هو سرعته هو المقصر الميمية وأعتقد اللي تابعت الموضوع أنه معاقبول السائق لأنه طلع السائق وأقف على الجاه والسرعة هو السرعة موانا محمد هو اللي سسبب الحادث هو وفاة الوقيين وهي آية هي هذا المشكلة اللي أقول أميرة ديانا اللي وش توفت سرعة فائقة طلع لها بيكا بصغير لوري طلع لها صفح العمادة الفائدة سمو بشغلت هذا ضايقت وراع على الرصيف تفليش السائرة أنا قاعد على التلفون اللي قسم بالله على التلفون قلت لها لنفات قلت لها شوف دا أقول هذي سرعة مالتها وطلعت لها سيارة فيات بطيئة فرأسا سوي سائق أخذ يسارة على سرعة تستمر راح للرصيف يستطن بالحاية بالنفق كلما ذات السرعة زادت كم يدخل سارعة بحيث الفايد مات أميرة ديانا ماتت من هول الظالم على ذكر الحوادث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر